مشاريع أمريكية جديدة طرحت تحت قبة الكونغرس الأمريكي موجهة ضد إيران وميليشياتها الموجودة في المنطقة والقائد الأساسي لهذه المشاريع هو الحزب الجمهوري الأمريكي ولكن هذه المشاريع انطرحت بعد اجتماع صار في لجنة اسمها لجنة RSC وهذا طبعا أكبر تجمع للمحافظين الجمهوريين سووا بهذا الاجتماع عدة نقاشات مهمة فيما يتعلق بإيران وتخصيبها لليورانيوم وتوجهها إلى القنبلة النووية ولذلك درسوا أنه لازم تكون المشاريع الموجودة عندهم مشاريع بها نوع من بوادر النجاح فيها لأنهم أخذوا بعين الاعتبار بأن الكونغرس الأمريكي الديمقراطيين مسيطرين عليه بمجلسيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ فلذلك أي مشروع رح يجي من الجمهوريين رح يوقفوه الديمقراطيين فلذلك على هذا الأساس المشاريع اللي طرحوها جزئياتها ذكية جدا على سبيل المثال مشروع جو ويلسون الجمهوري جو ويلسون وضع فيه مشروعه قضية توجيه عقوبات إلى المرشدة الأعلى علي الخامنئي في إيران وعدد من المسؤولين الموجودين في النظام الإيراني في قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إذا كانت على مستوى الداخل الإيراني أو حتى خارج إيران عن طريق ميليشيات إيران إذا موجودة في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو حتى موجودة في اليمن فهي تحت إطار انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك بالنسبة لغريك ستوبي هذا بالنسبة إلى وجه حقيقة بيل مباشرة ومشروع مباشر في الكونغرس الأمريكي على قضية توجيه عقوبات لإحدى الميليشيات العراقية الموجودة في العراق وخاصة وموجهة بشكل خاص إلى الميليشيات المسؤولة عن الهجوم اللي صار ضد القاعدة العسكرية بالقرب من مطار أربيل واللي قصفوهم الأمريكان على الحدود العراقية السورية وتحديدا في الداخل السوري ويريد أنه يصير اعتبار لهذه المنظمة يعتبرها منظمة إرهابية فلذلك هذه المشاريع ليش دا أقول بي أنها ذكية لأنها متعلقة بقضايا لانتهاكات حقوق الإنسان وقضايا حقوق الإنسان هي تعتبر على أولويات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وكذلك على أولويات الديمقراطيين في قضية سياساتهم الخارجية فهم قاعدين يضربون على قضية حساسة للغاية فلذلك هذه طبعا رح تسبب إحراج كبير للديمقراطيين وحتى على جو بايدن لأنه في حالة أنه ممرروا هذا المشروع الديمقراطيين لسبب أو لآخر رح يستثمروا الجمهورين فيما بعد إذا كانت في انتخابات عام 2022 في مجلس النواب الأمريكي في الكونغرس الأمريكي طبعا أو يستغلوا حتى في الانتخابات الرئاسية لأنه سيعتبروا هذا أمر أنه عندهم ازدواجية وتناقض فهذه طبعا قضية كبيرة جدا وكذلك هم أخذوا بعين الاعتبار في هذه المشاريع الجمهورية أن هناك 70 من الديمقراطيين في وقت سابق يعني تقريبا قبل شهر وقعوا مع 70 من الجمهورين برسالة وجهوها مباشرة إلى جو بايدن يطالبونه بأن لا يرفع العقوبات عن إيران وأن لا يخففها وطبعا من الأفضل أن يعود إلى الكونغرس فلذلك أنت أي واحد من هؤلاء الديمقراطيين المتشددين اللي كانوا جزء من هذه الرسالة صوت بسبب أو بآخر لهذه المشاريع رح تنقلب المعادلة هناك صوت واحد فارق اللي هو كامالا هارس اللي هي نائبة جو بايدن في هذا الموضوع هذا كل التحرك صار بعدما صارت مؤشرات عدة جمهوريين وحتى عدد من الديمقراطيين إن جو بايدن على وشك ومستعد في الفترة القادمة أن يقدم تنازلات أكثر لإيران فيما يتعلق بالاتفاقية النووية حتى إيران تعود إلى هذه الاتفاقية ولاحظوا أن إيران مدى تستجيب تضيف بأجهزة الطرد المركزية المتعلقة في تخصيب اليورانيوم وكذلك لاحظوا أن هناك مشروع على وشك أن ينتهي مشروع خطير بتحدي الولايات المتحدة الأمريكية على أعلى المستويات المشروع باختصار هو مشروع نفطي هذا المشروع هو حقيقة يصير عملية نقل النفط من منطقة اسمها بوشهر في إيران إلى منطقة اسمها مكران عن طريق أنبوب طولة ألف كيلومتر وفي مكران هناك محطة اسمها جاسك ستيشن اللي هي محطة جاسك على وشك أن تنتهي ومن هذه المحطة يطلع حقيقة أنبوب تحت المياه تصل مسافة إلى 6 كيلومتر متوجها حقيقة إلى هذا العمق الكبير يعني العمق تقريبا 48 متر تحت المياه وبالتالي تصير عملية تعبئة النفط إلى السفن الإيرانية اللي هي تنقل النفط ولكن العملية إذا لاحظ هي تصير في خليج عمان أو بحر عمان في هذه النقطة تحديدا ليش هو يعكبر خطر حتى نوضح لأنه هذه النقطة هي مضيق هرمز وتهديدات دونالد ترامب السابقة والأمريكيين ودراستهم لعملية منع إيران من تهريب النفط إهنان بهذا المشروع انتهت لأنه مضيق هرمز الآن حتى لو حاولوا أن يقطعوا الأمريكان وتصير عملية رقابة ويمنعون السفن التي هي تنقل النفط الإيراني أن تمر من مضيق هرمز هذا لن يؤثر تماما ولن يؤثر أبدا خاصة وأن هذا النفط الذي نحكي عنه الطاقة الاستيعابية في هذا الأنبوب تصل إلى تقريبا مليون برميل للنفط باليوم معناتها إيران باختصار بعد نهاية هذا المشروع تقدر تصدر مليون برميل للنفط باليوم تتوجه إلى جنوب شرق آسيا ومن ثم إلى الصين وعلينا أن لا ننسى أن أحد آخر التقارير المهمة عن طريق أو عن طبيعة تصدير النفط الإيراني إلى الصين وصلت إلى تقريبا 918 ألف برميل باليوم معناتها إحنا أمام مليونين برميل نفط رح تتصدر مباشرة إلى الصين فتحدي كبير جدا والموقف أصبح صعب أو سيصبح صعب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيران المثير بهذا الموضوع أنهم يستخدمون تكنولوجيا أو نظام جديد اللي هو نظام SPM وهذا النظام أيضا باختصار SPM هذا حقيقة هو Single Point Bowie Mooring وهذا باختصار أنه يعني الحقيقة Single Point Bowie يعني العوامة المنفردة واللي يصير أنه هذا الأنبوب اللي تشوفوا الآن تحت المياه اللي هو مثل ما قلنا على عمق 48 متر هذا الأنبوب هو نفس الأنبوب اللي دايجي على مسافة 6 كيلو متر بالتالي النفط عندما يصل إلى هذه النقطة يكون مثبت بهذا الشكل وعن طريق الهوزز اللي هي الخراطيم ينتقل النفط إلى هذه العوامة وهذه العوامة تنقل النفط مباشرة إلى السفينة وطبعا تكون مثبتة بهذا الشكل عن طريق العوامة وكذلك أنكرز موجودة مثبتات حقيقة تحت المياه تثبت هذه العوامة في حالة وجود أي رياح أو أمواج أو غيرها فالموضوع بهذه البساطة وهي تكون يعني واضحة هذه يعني ماكو شي سري بهذه العوامة هي ممكن أن تشوفها بالعين المجردة طائرات سفن يشوفوها البعض قد يعتقد يقول الأمريكان رح يضربوها وينتهي الموضوع هذا لن يحدث لأن هذا المشروع هو مشروع نفط وهو ليس مشروعا عسكريا لا هي صواريخ باليستية ولا غيرها وخاصة نحن نتحدث عن أمبوب يمر بالأراضي الإيرانية وكذلك هذه السواحل هي كلها تابعة الإيران وبها حماية على أعلى المستويات من إيران فأي ضربة أو غيرها من هذا التفكير لن يحدث أبدا وكذلك يجب أن لا ننسى قضية وهذه لازم نوضحها أيضا الديمقراطيين كانت عندهم ردة فعل على هذه المشاريع الجمهورية أن الديمقراطيين اللي يسووا الآن هم حقيقة عن طريقة مجلة مهمة اسمها National Review الأمريكية كشفت بأن الديمقراطيين وتحديدا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الآن دي يتحركون للتصويت هذا الخميس على مشروع يخصنا إحنا العراقيين هو الـ AUMF اللي هو Authorization for Use of Military Forces هذا تشرع بالألفين واثنين قبل غزو العراق بسنة طبعا وهذا يعطي الصلاحيات الكاملة لأي رئيس للولايات المتحدة الأمريكية بأن يقوم بعمليات عسكرية في الداخل العراقي من دون العودة إلى الكونغرس الديمقراطيين دي يهدفون أن يصوتون على الغاءة